أعتقد أننا على دراية بمفهوم البيع على المكشوف بشكل يكفي للحكم على مدى تأثيره من عدمه على الأسواق المالية قمت هنا برسم مخطط أسهم تخيلي لشركة لدينا محور الزمن ويشير هذا المحور إلى سعر الشركة ولنفترض أن هذا المخطط موجود في عالم افتراضي لا يتم فيه التعامل بالبيع على المكشوف إذن في هذا الكون الافتراضي يوجد أناس كثر يشترون الأسهم في حين نجد هنا أناس في حيرة من أمرهم حيال البدء ببيع الأسهم وهنا نجد آخرين يقومون بشراء الأسهم بالتالي سنلاحظ أن الطلب هنا أعلى من العرض نوعا ما ما يعني ارتفاع سعر الأسهم وهذا ما يؤدي إلى تذبذب في سعر السهم الآن في عالم يتم فيه البيع على المكشوف دعونا نناقش حالتين مختلفتين حيث يجني البائع على المكشوف في أولهما المال مقابل خسارة المال في الحالة الثانية في حالة البائع الذي سيجني المال ما الذي يتوجب على بائع على المكشوف الرابح فعله إذا كان هذا هو مخطط الأسهم الذي سيدرسه من الواضح أنه لن يتمكن البائع من معرفة ما سيبدو عليه هذا المخطط في أعقاب اليوم الذي سيقوم فيه ببيع السهم لكن كي يجني المال يتوجب عليه البيع عندما يصل السعر إلى قمم المنحنة مقابل تغطية الأسهم المباعة عند أقصى قيعان المنحنة إذا كان من يقوم بالبيع على المكشوف ماهرا ربما سيقوم بالبيع هنا عند هذه النقطة دعوني أمثلها بألوان مختلفة لتتمكنوا من رؤية التمثيل بشكل أفضل من المرجح أن يقوم بالبيع هنا ثم يقوم بالتغطية هناك وبهذا الشكل سيتمكن البائع من تحقيق ربح وفير بعد ذلك سيقوم بانتظار ارتفاع الأسهم في السوق ثم يبيع على المكشوف في هذه النقطة ويشتري مجددا في هذه اللحظة بالطبع من الواضح أنه من غير المحتمل أن يتمكن شخص ما من اختيار القمم والقيعان بهذا الشكل لكن على فرض أن أحدهم قد قدم تحليلا ممتازا وتمكن من فهم نفسيات من يعملون في السوق وما إلى ذلك من ثم يستمر الأمر على هذا المنوال حيث سيقوم بالبيع على المكشوف هنا ثم سيقوم بتغطية للأسهم المباعة هنا إذن ما هو الأثر الذي قد يلحق بالسوق جراء ذلك يمثل الخط الأخضر واقعا افتراضيا لا يتضمن عمليات البيع على المكشوف فيه لكن الآن وبشكل مفاجئ تم السماح بممارسة عمليات البيع على المكشوف وتم السماح لهؤلاء بالتداول في هذا السوق والذين من الواضح أنهم يجيدون كسب المال من خلال البيع على المكشوف هنا نلاحظ قيامهم بالبيع على المكشوف إذن إلى ماذا سيؤدي البيع على المكشوف؟ إن البيع على المكشوف هو عملية يتم من خلالها اقتراض سهم ومن ثم بيعه بالتالي سيؤدي ذلك الأمر إلى زيادة العرض على الأسهم أليس كذلك؟ بالتالي سيؤدي البيع على المكشوف إلى تخفيض سعر السهم إلى هذا المستوى دعوني أرسم هذا المنحنى إذن لدينا هنا مجموعة من الباعة يبيعون على المكشوف عند هذه النقطة مما سيؤدي إلى خفض القمة ونتيجة لوجود عدد من الباعة مجتمعين عند هذه النقطة لن تستمر قمة المنحنى على ما هي عليه من ارتفاع من ثم ومن الناحية الأخرى يتوجب على بائع المكشوف هؤلاء التغطية هنا أليس كذلك؟ سيقوم بائع المكشوف بتغطية السهم المباع إذن وعند انخفاض السعر إلى هذه القيمة سيجتمع المزيد من المشترين لتغطية الأسهم المباع على المكشوف حيث سيتوجب عليهم شراء السهم مجددا وإرجاعه لأنهم في الحقيقة اقترضوا الأسهم منذ فترة إذن هنا نجد تجمعا للمشترين بعد ذلك عندما تجد تجمعا للباعة فلن يزيد السعر عن القيمة التي اشتروا بها كما ستجد تجمعا آخر للمشترين هنا لأن الباعة يتوجب عليهم التغطية ما يترتب عليه انخفاض سعر السهم إلى حد أعلى بقليل مما هو عليه في المنحن الأخضر وهكذا وفي النهاية سيقوم الباعة على المكشوف والذين يجنون المال من سوق الأوراق نتيجة البيع عند القمم والشراء عند القيعان حقيقة بالتخفيف من حدة التذبذب في أسعار الأسهم الأمر الذي يصب في منفعة الجميع حيث يصب هذا الأمر في منفعة إدارة الشركة بل ويصب في مصلحة جانب مالكي حساس الشركة كما أن الفائدة التي تعود على الباعة واضحة للعيان حيث تعود هذه العملية عليهم بالربح وينطبق الأمر على كل من يجني المال من السوق المالية من حيث الحد من تذبذب أسعار الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر العادي أو متداول الأوراق المالية أفضل استخدام التسمية الأخيرة لأنهم يقومون بشراء وبيع الأسهم سيحقق المتداول العادي أرباحا من خلال البيع هنا القمم والشراء هناك القيعان إذن نجد أن المتداول العادي أو المالك الأصلي للأسهم لا يختلف في سلوكه عن الباء على المكشوف يكمن الاختلاف فقط في ترتيب عملية البيع والشراء أيهما يأتي أولا لكن أيا من يحقق ربحا هو من سيشتري بسعر منخفض ويبيع عند ثمن مرتفع حيث سيقلل من يقوم بذلك من التذبذب في سوق الأسهم فحتى وإن كنت تطرح أسهمك التي تملكها للتداول فقد تؤثر البقاء وتفضل الاحتفاظ بالسهم حيث سيصبح المنحنى منبسطا وستكون عمليات بيع وشراء محدودة على أن تكون مالك أسهم في حال كان المنحنى شديد التذبذب دلالة على عمليات بيع وشراء مكثفة الآن هناك العديد من اللاعبين على الطرفين يمكنك تسميتهم بتجار أو متداولي الأسهم لأنهم يشترون ويبيعون الأسهم على نحو منتظم والذين لا يقومون ببيع وشراء الأسهم بهذا الشكل الأقل تذبذبا من المرجح أنهم يقومون بتكديس الأسهم عند أدنى سعر ما يؤدي لخفض سعر الأسهم بشكل أسوأ من ثم وعند صعود سعر السهم يصابون بالهلع ويقومون بالشراء ليؤدي ذلك لزيادة سعر السهم أكثر يترتب على هذا الأمر زيادة التذبذب في أسعار الأوراق المالية في السوق لكن يؤدي ذلك الأمر إلى إلحاق الخسارة بهم لأنهم سيخسرون الكثير من المال فيما يتعلق بمن يبيعون عند مستويات منخفضة ويشترون عند مستويات عالية وسيتسبب من يؤثرون على تذبذب السوق لأنفسهم بانتحار مالي حيث يلقون بأنفسهم إلى التهلكة يوميا إذن لا يبدو الأمر وكأنك ملزم بمعاقبة هؤلاء الأفراد إذ تكمن عقوبتهم في كونهم تجارا سيئين إنهم مستثمرون سيئون وسينتهي بهم المطاف ببيع ملابسهم التي يرتدونها نتيجة لخسائرهم الفادحة إذن إذا افترضنا عدم قيام أي من هؤلاء التجار باحتكار السوق أو بث الشائعات المغلوطة كما لو افترضنا كسب الناس المال بطرق لا تتضمن الاحتكار سواء من ناحية المتداولين الاعتياديين أو من يقومون بالبيع على المكشوف فهذا من شأنه تحسين وضع السهم في السوق حيث سيؤدي ما يقومون به لتقليل التذبذب في سعر السهم كما أعتقد أن للبيع على المكشوف أثر إيجابي آخر يستحق التفكير نتيجة للتقليل من التذبذب في سعر السهم نجد أن البيع على المكشوف لا يبدو سيئا من منظور الشخصي أو من منظور السوق هناك طريقة أخرى لتصوره وتتمثل في السؤال التالي ما هي الحوافز الموجودة في السوق وأسبابها من لديه الحافز في جعل قيمة السهم تصعد ومن لديه الحافز في جعل قيمته تنخفض حسنا أعتقد أنه من أكثر الحوافز تأثيرا هو مدى تفضيل العامة للشركة ويعتمد هذا على مدى الشفافية والمصداقية في تعاملات الشركة المالية كما يتوقف ذلك على طبيعة إدارة الشركة أليس كذلك؟ إن أكثر من يحرص على مصلحة الشركة هم المدراء فهم أولئك الذين يديرون شؤون الشركة ويتبعون أفضل سياسات الشفافية فيما يتعلق بالأمور المالية ويميلون نحو امتلاك حصص من الشركة أو تقاضي علاوات بناء على أداء الأسهم في السوق إذن هؤلاء هم أكثر الجهات التي لديها الحافز لجعل وضع الشركة جيدا ومن خلال الأمثلة العدة التي طرحناها سواء كنا نتحدث عن بنوك الاستثمار شركة إنرون أو شركة إكستينشر نجد أنها كانت تنتهج سياسات التكتم على الحقيقة في حال ساءت الأمور إذن هؤلاء هم أكثر من يهمهم ارتفاع أسعار أسهم الشركة من ثم من هم اللاعبون الآخرون ذوي التأثير على الأسواق المالية حسنا أحد أهم اللاعبين والذين يعزى لهم تأثير بالغ هم الصحافة المالية وسأكتب ذلك هنا لتحديد ما إن كان أثرهم سيؤدي لرفع سعر السهم أم يفضلون خفضه بعض الشيء من المهم بمكان تناول أثر الصحافة المالية ففي المرة القادمة حينما تشاهد قناة CNBC لا أريد انتقادهم اطرح على نفسك السؤال التالي كيف تجني الصحافة المال هل تجنيه من خلال التنقيب عن أخطاء الشركات هل يربحون المال من خلال جعلك تربح المال لا بل يقومون بذلك من خلال بيع الإعلانات التجارية من ثم سنطرح السؤال التالي وهو ما السلعة التي يبيعون الإعلانات لأجلها هل يبيعون إعلانات تجارية للدراجات الهوائية لا بل يبيعون إعلانات تجارية لشركات الخدمات المالية ولجهات يمكنها إدارة ثروتك بما في ذلك مضاربي الأسهم وصناديق الاستثمار المشترك أو أي مؤسسة تود بث إعلان تلفزيوني ويعد هذا أمرا هاما لا أعلم ما إن كنت تعي ذلك لكن لا تستطيع صناديق التحوط بث إعلانات لها بالتالي ليسوا زبائن للخدمات الدعائية أو الصحافة المالية إن المنتفعين الأكبر من الصحافة المالية هم مدراء المحافظة الاستثمارية والمخططين الماليين فضلا عن مضاربي البورسة صناديق الاستثمار المشترك يستفيد كل من سبق ذكرهم عند ارتفاع الأسعار في سوق الأوراق المالية وبطبيعة الحال يفضل مدراء صناديق الاستثمار المشترك التعامل بأسهم تعود ملكيتها لهم ما يعني أنهم يتطلعون إلى ارتفاع الأسعار في السوق المالية بالنسبة لمضاربي البورسة يمكننا القول أن المضارب أو الوسيط قد يقدم لك النصيحة حول طرح أسهمك للتداول أم البيع على المكشوف كما يركز مضارب الأسهم على عدد التحويلات المالية التي تقوم بها لكن وبشكل عام ينفق الكثير من الناس المال في الأسواق المالية الرابحة في سوق مالية كالتي تنظر إليها هنا وخلال العام المنصرم من المحتمل أن لا يكون الناس يقومون بالتحويلات المالية بعد الآن لكن يكمن التأثير الصافي في أن المستثمرين يسحبون الأموال إلى خارج السوق من ثم سيعني سحب المال من السوق أن المضاربين سيستقبلون تحويلات مالية أقل ما يعني أنهم يديرون أموال أقل وينطلق هذا الأمر كذلك على مدراء المحافظة الاستثمارية هناك أيضا أثر جانبي مساعد فعندما تتداعي الأسعار في الأسواق المالية يصبح الناس أقل اهتماما بالسوق المالية بل ويتوقف الناس عن مشاهدة CNBC أو محطة CNN الاقتصادية إلى درجة أنه حتى وإن عرضت إعلانات تجارية لدراجات أو سيارات ولكنك ستلقى إقبالا أقل من السابق إذن وبشكل عام تلعب الصحافة المالية من وجهة نظري على الأقل دورا كبيرا يعنى برفع قيمة السوق كما ويمكننا الخوض في هذا الموضوع بمزيد من التفصيل ربما قد سمعت بمصطلحي جانب البيع وجانب الشراء لكن محللي جانب البيع هم محللون يعملون لدى شركات المضاربة الكبرى وبنوك الاستثمار ويقومون بنشر التقارير التي تراها في هذه التصنيفات بما في ذلك تصنيف بيع أسهم IBM على سبيل المثال ويعود السبب وراء تسميتهم بمحللي جانب البيع إلى أنهم ولحد ما يعملون لدى أشخاص يقومون بالبيع إما حيث يقومون عادة بطرح الأوراق المالية أو بتقديم خدمات مالية للشركات أو لمشتري الشركات المحتملين أو يقومون على سبيل المثال بعرض خدماتهم على الشركات المضاربة لتحفيز الناس على التداول إذن يمكننا القول بأنهم مضاربين لحد ما لكن من الواضح أن الحافز الذي يملكه هؤلاء المضاربين موجب للغاية حيث أن زبائنهم في الغالب عبارة عن مدراء شركات قد يدفعك هذا الأمر للقول أن هناك من يهمهم الحد من ارتفاع أسعار البورصة كالحكومة مثلا لكن لو تدبرت في الأمور بعض الشيء ستجد أن الحكومة تفضل السوق ذات الأسعار الصاعدة عندما تزداد ثروات الناس يتحسن الاقتصاد الوطني ولن تضطر الحكومة للقلق حيال الأشكال الأخرى للإعانات الاجتماعية والبطالة وما إلى ذلك إذن وبشكل عام وفي حال أردت انتقاد الحكومة بشكل أكبر يمكنك القول أنه ولدرجة ما ترتبط الحكومة بصلات وثيقة مع مدراء الشركات والمؤسسات المالية ويتمتعون بنفوذ شديد التأثير من خلال جماعات الضغط اللوبي في الواقع يمكنني أن أشمل المصرفيين أيضا حيث يملك جميعهم النفوذ من خلال مجموعات مؤثرة والذين من خلالهم يمكنهم التواصل مع الحكومة بشكل عام وبالتالي يتحكمون بأداء الحكومة وقراراتها لذا نستنتج من خلال ذلك أن الحكومة تصب في خانة المنتفعين من صعود السوق وأخيرا وصلنا إلى وكالات التصنيف وبشكل عام تعمل هذه الشركات في مجال الديون والذي سنتطرق إليه ببعض من التفصيل لاحقا لكن إذا كان بإمكانك تحليل شركة ما على مستوى الديون وافترضنا أن شركة معينة ليست جيدة وأنها لن تتمكن من سداد ديونها سيدفع هذا بأسهمها إلى الهاوية لكن مجددا عليك إدراك أن وكالات التصنيف دائما ما يتم تميلها من المصرفيين ما يعني أنها غير حريصة على الإضرار بهذه الشركات وبناء على ذلك نلاحظ أن كافة الأطراف في مجال الخدمات المالية والذين تحدثنا حولهم سابقا يستفيدون عند صعود أسعار البورسة حتى وإن كان صعود الأسهم أعلى من اللازم أو علموا بأن الأسعار أصبحت غالية بعض الشيء أو كان فريق الإدارة في مؤسسة ما غامضا أو يتكتم على بعض الأمور لا نجد في من سبقوا من يفضل التأثير سلبا على قيمة الأسهم بيد أن الوحيدون الذين يقومون بذلك هم الباع على المكشوف هؤلاء هم الوحيدون الذين نعلم بالتأكيد أنه لديهم الدوافع المالية والوقت والحنكة ليمعنوا النظر ويقوموا بتحليل ما تقوم به إدارة الشركات حيث يقوموا بالتدقيق في السجلات والكتب وتجميع قطع الأحجية معا والخروج بنتيجة حيث قد يدركوا أن الأرقام الخاصة بسجلات شركة ما لا تتطابق مع أداء الإدارة وهذا يعني أن تقييم هذه الشركة مبالغا فيه إذن بدرجة كبيرة نجد أن هؤلاء يقعون في جانب المجتمع يحد سيطرة الشركات وسطوتها ولا أريد أن أظهر بمظهر المحامي عن البيع للمكشوف إذ أن هناك طبقة من هؤلاء الباعة والذين أعتقد أنهم قد يؤثروا على نحو سلبي وتتلخص هذه الطبقة في من يقومون ببث الشائعات المغلوطة ونشر الأكاذيب ويتلاعبون بالسوق المالية إذن لدينا المتلاعبين أو ناشر الإشاعات والذين بالطبع نعتبرهم سيئي السمعة إذا تمكنت من كشف قيام أحدهم بذلك فيجب أن يخضع العقوبة لكن حتى في هذا المخطط أو الجدول ولتفسير ذلك فيما يتعلق بالسوق العامة إذا توجب علي الإختيار بين الجهة اليسرى أو اليمنى من الجدول وتوجب علي ذكر من ينتفع من نشر الشائعات الخاطئة ومتى يتم ذلك أعتقد أن اللوم يقع على الإدارة في أكثر الأحيان أكثر من الباعة على المكشوف في الواقع هناك مرات قليلة والتي رأيت فيها الباعة على المكشوف يحققون أرباحاً نتيجة عدم صحة فرضية ما خاصة بأداء السهم مع ذلك هناك العديد من الأمثلة حول عمليات البيع على المكشوف والتي لا أعتقد أنها منتشرة بين العامة لا أريد أن أخرج عن سياق الموضوع كثيراً لقد أدركت للتو أن هذا الفيديو طويل للغاية مع ذلك أعتقد أننا خذنا نقاشاً مفيداً لمعرفة ما إن كان البيع على المكشوف سيئاً كلياً حتى وإن كنت تحتفظ بموقع طويل في سوق الأسهم